يحتفل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحرى حضرموت بالموظف المثالي على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وتكريم عاملي الخدمات بالمكتب في حفل خطبي وتكريمي تفاصيل في سياق هذا التقرير تتناثر كلمات الشكر والثناء والود والعرفان في حفل تكريم الموظف المثالي على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعاملي الخدمات بمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحرى كان هذا الحفل يهدف إلى أن نكرم نشجع نحفز زملائنا الموظفين في المكتب في ظل هذه الظروف الصعبة نتيجة وكذلك مقابل نشاط من الذي أدوه خلال العام الماضي كان هذا الحفل برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أحمد الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووكيل محافظ محافظة حظر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبرش الكثيري وبحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ إبراهيم أبو بكر الهدار حيث تخلل الحفلة العديدة من الكلمات والفقرات المتنوعة وانتهت بتكريم الموظف المثالي لعام 2022 أعبر عن فرحتي شعور لا يوصف بهذا اليوم وأشكر مديري الأستاذ إبراهيم بكر الهدار والعمريف هاري حماد وجميع الزملائي في المكتب على منح هذا الموظف المثالي في 2021 وأكون إن شاء الله عند حسن ظنهم في كل الأعمال وأنا يعني أقول أن في خدمة الموظف والمواطنة ذي جات إلى مكتب الخدمة المدنية لتسهيل جميع أموره إن خير من استأجرت القوي الأمين آية كريمة مثلها موظفي مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خير تمثيل بجهودهم المبذولة التي لا يمكن نكرانها لتلفزيون حضر موت أحمد بارجا سيئون